السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب جناكم في مقطع جديد وهذه المرة سوف نتحدث عن شائعات لعبة جي تي اي سيكس كالعادة ظهرت مؤخرا عبر منتديات ريديت ونسبت لمصدر مقهول الهوية عليكم التفاصيل رقم واحد ينتظر الاعلان عن جي تي اي سيكس بشكل رسمي في خريفة 2020 وتحديدا موعد اصدارها في 2021 اثنين احداث اللعبة تدور في موقعين رئيسيين هما سان فييرو ولاس بنتيروس ثلاثة خريطة اللعبة ستكون اربع ضعاف القزء الخامس ويمكن الوصول للمنطقتين السابق ذكرهما عن طريق المطارات حيث يجب على اللاعب شراء تذاكر طيران اولا ثلاثة المرحلة التقديمية للعبة تدور احداثها في الديريني والتي تشمل لبورتي سيتي حيث الشتاء والثلوق ولكن بالنسبة لباقي احداث اللعبة لن يكون هناك مواسم متغيرة اربعة منطقة الديريني متاحة لاستكشاف بالكامل وتتضمن 15 مهمة مختلفة خمسة احداث القصة الرئيسية ستستمر لمدة 60 ساعة مثل لعبة Red Dead Redemption 2 ستة سيكون هناك اثنان من الشخصيات الرئيسية ذكر وانثى ويقال انهما اشقاء من مدينة لبورتي نشاء في عائلة من الغوغاء واكبروا على الخروج من المدينة ثمانية تتضمن المدينة مركز تقاري ومراكز الشرطة ومطاعم للوقبات السريعة ومحطات وقود واشياء من هذا القبيل تسعة سيكون هناك نوعان مختلفان من متاغر الاسلحة الاول يبيع الضخيرة المعتادة مثل المسدسات والبنادق وبنادق القنص بينما تبيع المتاغر السرية اشياء اكثر قنونا مثل قاذفات الصباريخ عشرة مهام السطو تعود بشكل جديد ويمكن اعتبارها اقرب للمهمات الجانبية احدى عشر هناك العاب صغيرة مثل العاب الكرنفال والصيد والبولينج وقيادة القوارب وغيرها اثنى عشر تشمل اللعبة تنوع كبير في السيارات حيث سيتم استخدام الكثير من السيارات التي ظهرت في GTA Online في الفترة الماضية طبعا هذه لا تزال شائعات والشائعات منتشرة بشكل كبير من يوم إلى يوم هو احد الموظفين في شركة روكستر والله اعلم والى هنا شكرا لكم على حسن المتابعة نلقاكم في مقطع اخر ان شاء الله حياكم الله